السلام عليكم ورحمة الله grade 1 إن شاء الله تكونوا بأفضل حال يا رب اليوم بنحل مع بعض تقويم الوحدة صفحة 50 معنا أول صورة أنا أشاهد الصورة وأتحدث عنها تتذكروا أول صورة إيش معناته؟ أول صورة تذكرنا بإيش؟ برحلة الشتاء والصيف كان في رحلتان لازم نعرف إنه كانت في رحلتان مع قريش أول رحلة كانت في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام الصورة الثانية معنا فيه الأبرهة أبرهة الحبشي مش أبرهة الحبشي كان راح أول شي طلب منهم إنهم يحقوا حول بيته اللي بناها في اليمن وبعدين هم مرضوش وقرر إنه يروح يهدم الكعبة في مكة المكرمة بإيش؟ بالفيل حقه بفيل والله تعالى إيش؟ أرسل عليه طيرا من أبابيل الطيور معهم أحجار يرموهم بالحجر حتى ماتوا هل خلى الأبرهة والجيش حقه ينتصروا وهادموا الكعبة؟ ما خلىهمش ينتصروا ولا وفقهم إنهم يهدموا الكعبة إيش؟ أهلكهم جميعا بالإيش؟ بالطيور خلى الطيور ترميهم بالأحجار معنا الصورة اللي تحت اللي هي على جهة اليمين البنت التي قابت أكل للحيوان اللي قنبه هذا ممكن تكون بغنمة هذا إشي سامنه من إشه الدرس اللي تعلمناه الرفق بالحيوان نحن نذكر النقص حكينا حكاية المرأة اللي حبست الحديث اللي درسناه المرأة اللي حبست الهرة ومخليتها تأكل من الأرض وماتت بعدين فالله إش كان تعالى إش عاقب إش كان مصيري قال النار هذه المرأة في النار فالإنسان لازم يكون إش يرفق بالحيوان ويؤديش الحيوانات الصورة الرابعة اللي علاجها تلتشمال امرأة مرأة تجيب لقارة الإناء أو تعطيه لطعام هذا إشي سامنه إنه نما نكون نحن القيران طلبوا مننا أكل أو شي لازم نعطيه لهم من قلش لا ما فيش معانا تمام أنا الآن السؤال هذا الثاني أنا مسلم تعقبني الأعمال الطيبة إش العمل الطيب نميز بينهم الصورة اللي في بعمل طيب عمل تحت صح أول صورة هذا اللي إيش ينهار اليتيم تتذكروا لما نقلنا إنه لازم إنه نحن كمسلمين نكون نتعامل مع اليتيم بلطف وكذا هذا ينهار اليتيم يعني اليتيم من اللي فقد أبوي اللي فقد أمه وأبو أو فقد أبوه واحد منهما فقد يا أمه ماتت يا أبوه مات يا فقد الاثنين مع بعض هذا يسمونه يتيم فهذا أشوف كيف ينهار اليتيم يدهفه ماهوش طيب مع هذا اليتيم ما يعاملهش بلطف هذه الصورة غلط نحن الآن نشتري نعمل صورة عند العمل الطيب الصورة الثاني ولد يزول أمه يقدم لأمه الأكل لا عنده هذا يسمونه من الأعمال الطيبة ثلاثة أنا أميز السلوك هذا صحيح وأضع علامة صح معانا شقفنا السلوك الصحيح تشوفوا الصورة الأخيرة اللي تحت العيال يضربوا الحيوان هذا صورة غلط مش هذا نحن قلنا لازم الرفق بالحيوان في صورة كمان إيش الولد ياتي زميله دفتر يتعاون بينهم البين هذا صح الصورة كمان هذا الولد اللي يخرق العصفور من القفص يأطيله حرية أهمش إنه ما يأديش الحيوان بعدين أنا أميز عمل الخير عمل الخير بوضع علامة صح هل إنه الإنسان الصورة الأولى يحبس الحيوان لا يطعمه ولا يأطيله لا أكل ولا شرب هذا صح هذا مش عمل خير الثاني الصورة الثاني الولد يروح معه ورد ويزور مريض هذا عمل خير ولا لا أيوة عمل خير نعمل عليه علامة صح الصورة الثالثة من تحت الجهة اليمين هذوم ناس يتصدقوا يعني زي الزكاة يخرج من ماله من الأشياء اللي هي معه هل هذا العمل صح ولا غلط على عمل صح خير عمل خير نعمل تحته علامة صح لأنه لأنه الإنسان يتصدق من اللي معه بعدين لما على الصورة الرابعة أيش نشوف نفس الصورة اللي شفناها من قبل أنه ينهار اليتيم يعني أيش يسيء إلى اليتيم يدهوفه يتعامل معه مش بلطف هذي غلط بعدين معانا هنا كمان إيش اللعمالة الخير نفس الشي تتكرر معانا اللي تصدق فين آخر صورة اللي في صندوق قنبهم يقمنعوا صدقات هذي علامة صح معانا اللي كمان راحوا وزاروا وقابوا لهم ثياب علامة صح ولا أطفال شفتم هذوم اللي في عصافير كذا طيوروا بالسماء قالسين يقدلوهم بالحجار نحن كالناس نقول نرقع لهم هذا العمل مش حلو لما تشوفوا أطفال يتجمعوا ويعملوا ذي الحركات غلط أن نحن نكون معاهم تمام معانا بعدين أسئلة من هي حليمة السعادية تتذكروا معي من هي حليمة السعادية حليمة السعادية هذي قناة من مرضاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام بعدين معانا السؤال الثاني أذكر ثلاث من مخلوقات الله أش أش معنات مخلوقات الله الأشياء الحاجة لله تعالى خلق لرحمة زي الله الطيور والأشجار هذه كلها من مخلوقات الله هل أجي يقول مثلا الألعاب مثل إذا أنا عندي لعبة سيكل أو أي شي فاني هذه تعتبر من مخلوقات الله لا متعتبرش من مخلوقات الله مخلوقات الله اللي إيش الله خلق زي الأشجار النباتات الإنسان والحيوان هذه كل مخلوقات الله ثلاثة في أي عام ولد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل ولد في عام الفيل أربعة من هو اليتيم تكلمنا من هو اليتيم متى نقول على هذا الإنسان يتيم لمن يتوفي أحد والديه أو كلاهما يعني واحد من يا الأب يا الأم أو الاثنين مع بعض نقول على هذا الولد يتيم خمسة ما واقب المسلم نحو اليتيم الإحسان إليه ورعايته أش معنات الإحسان ورعايته نتعامل مؤبلطه ونحن نرعيه إذا عندنا إمكانية ننتبه له ناخد بالنا منه ستة إلى أين تتقه في صلاتك إلى أين تتقه في صلاتك نحن لما نفرش السجادة لا فن نتقه إلى القبلة فن هذه القبلة ليه جهة الكعبة القبلتنا من الكعبة المسلم يتقه بصلاته إلى القبلة سبعة من أول من كسى الكعبة من قنى من أول كسى الكعبة تتذكروا معي أم لا صح قلنا اليمنيين هم أول من كسى الكعبة اليمنيون أول من كسى الكعبة بعدين معنا ثمانية كم يصلي المسلم في اليوم والليلة؟ كم معنا صلوات نصليها باليوم؟ خمس صلوات كم صلوات؟ خمس صلوات أو لازم نحفظهم قلنا بالتلتيب الصلاة الأولة الفرض الأول الصلوات المفروضة منهم خمس صلوات أول صلاة صلاة الفقر كم عدد ركعات صلاة الفقر؟ الآن معنا الآن بيقول لنا نحن نسمي الصلوات المفروضة إيش هي الصلوات؟ أول شي نحن نقول لنا الصلوات منهم خمس صلوات مفروضة أول وحدة اسمه صلاة الفقر كم عدد ركعاته؟ ركعتين معنا بعدين صلاة الظهر كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ أربع ركعات بعدين معنا صلاة العصر كم عدد صلاة العصر ركعات؟ أربع ركعات بعدين معنا صلاة المغرب كم عدد ركعات بصلاة المغرب؟ ثلاث ركعات بعدين معنا صلاة العشاء كم عدد ركعات؟ أربع ركعات أحسنتم إن شاء الله هذه مراقعة علشان يكون الاختبار حقكم سهل وحلينا التقويم الوحدة مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله